تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة يدفعنا إلى الحديث عن الاستعمال لاعقلني لمكيفات التبريد التي تشغل بطريقة مكثفة مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة وتأثير ذلك على صحة الإنسان سبين أبو عبلة تفاصل أكثر التعرق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وبالمقابل الدخول في مساحات مغلقة شديدة التبريد قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة وهو ما يدفعنا للحديث عن الاستعمال اللاعقلاني لمكيفات التبريد التي تشغل بطريقة مكثفة مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة هناك دوكان دي دو جور من اللي بدت نستعمل الكلم سخانة لازم 30-40 دقري 30-50 دقري دي جا قال لك غدوة 40 دقري ثم غدوة ديرها في الساز سلوكات غير صحية فالمختصون يحضرون من خطر الصدمات التي تصيب الجسم عند التغيير المفاجئ من حرارة الجو إلى برودة المكيفات لا قدروا أن نستعملوها بالصحة ليست بصفة عشوائية يديروا 16 دقري ولو أن التمبراتور الإكسترنية 28 دقري كان هناك مختلفة من التمبراتور يجب أن يديروا في البيت أو في السيارة لا يكونوا بيعدوا بزافة على البرة على التمبراتور أمبيانة وسيلة يجد فيها الجزائريون حلا شائعا يخلصهم من حرارة فصلية متجاهلين في ذلك النتائج السلبية للاستعمال اللاعقلاني لدرجات المكيف الهوائي هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر